السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله أيامكم أينما كنتم القيادة فن يحتاج إلى الكثير من المعرفة والتدريب والممارسة وهناك من يولد وفي جيناته صفة القيادة لكن هذا لا يعني أنها صفة صعبة المنال بل هي صفة يكتسبها الإنسان ويكون مؤهلا لها إذا حصل بعض المهارات الضرورية للقائد مثل المهارة الفنية والإنسانية والتنظيمية والفكرية أما في مجتمعنا الصومالي المعايير مغيرة تماما لما هو معتبر عند شعوب العالم فطالبك للقيادة يعتمد على قوة النفوذ عند قبيلتك ومصدر التمويل عندك ولا يهم هل هذا من مصلحة البلد أم لا كما لا أحد سيسأل كم من الثروات نهب من خيرات البلد وكم أسرف المهم أنه ابن القبيلة والمنطقة وليفعل ما يشاء فمتى يفهمون أن السياسة ليست سلما سهلا للشخرة والثروة وإنما أمانة أمة وخدمة شعب أستحضر صورة رئيس الوزراء الياباني الذي اعتذر بالإنحناء علنا أمام الشعب عن تصريحات كاذبة له فأتساءل متى يعتذر المسؤول والسياسي الصومالي عن السنوات التي ضيعها من هذا الشعب متى يعتذر عن الفساد الذي مارسه والأموال التي نهبها متى يعتذر عن الوعود الكاذبة في حملاته الانتخابية متى يعتذر عن زرع الفتنة والكراهية بين الصوماليين وخلق العداوة فيما بينهم بل متى يفيق ضميره ويصح من سكرة السلطة وجمع الثروة ويعرف أنه خادم مؤتما وليس سيدا في حضيرة عبيد لابد للمجتمعات البشرية جميعها أن يكون لديها قيادة تقوم بترتيب حياتها وتقيم العدل والمساواة بين أفرادها وتسعى إلى تحقيق أهداف الأفراد والمجتمع كما ينبغي أن تأتي هذه القيادة بريض الشعب لخدمته فإذا أردنا لهذا البلد أن يخرج من براثن الفساد والتخلف والنزاعات القبلية والمناطقية التي لا تهدف إلى شيء سوى موت الكثير من شباب البلد فلابد أن نعيد النظر إلى آلية اختيار قادتنا يقول النبي يوسف عليه السلام لما طلب من حاكم مصر أنذاك أن يسلمه مقاليد خزينة الدولة لأنه رأى أنه مؤهل لذلك وأنه الأمثل في إدارة اقتصاد البلد أكثر من غيره برهن ذلك بذكر صفتين حميدتين يتصف بهما وينبغي أن تظهر على كل من عنده رغبة في تسلم مسؤولية وهم القوة والأمانة القوة تشمل القوة البدنية والعقلية والعلمية وختاما المسؤولية لها تبعات دنيوية وأخروية فليعلم الطامعون فيها أنها أمانة ومسؤولية عند الله تعالى أولا وعند عباد الله ثانيا فإذا رأيت نفسك مؤهلا لها فخذ معك البطانة الصالحة الناصحة لك وإلا فدعها لأهلها وانشغل بإصلاح نفسك نسأل الله لقادة البلاد أن يوفقهم ويسددهم على الحق فإنهم أحوج ما يكونون بالدعاء والنسح والتقويم وإلى لقائنا آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة